عربية سنية يعني بين واضحة والأوقاف الموجودة كلها بيها يعني إثباتات رسمية أنه تابع للوقف السني بدأت بعض الأطراف تتدخل من طرف الوقف الشيعي وتأتي إلى أملاك مثلا على ضوء التسمية يوجد في منطقة في داخل الموصل أعتقد عمارة باسم بنات الحسن عليه السلام على ضوء هذا الاسم مصرين أنه هذه العمارة ينبغي أن تعود إلى الوقف الشيعي يعني مثلا منطقة عندك منطقة في منتصف الموصل في الدواسة يمكن من مئات السنين هي تابعة إلى الوقف السني وجامع وبصفة عمارة للوقف الآن الوقف الشيعي يدعي أنه تابع إلى مقابل جامع النبي يونس أرض واسعة وساحة ومحلات أيضا وبها إثباتات في الوقف السني أنه تابع لوقف السني أملاك الوقف الشيعي في هذه المحافظة واضحة جدا ومثبتة بدأت بعض الأطراف حقيقة تستغل هذا الموضوع من الأطراف دكتور؟ الجاد مسلحة؟ لا لا هي من الوقف الشيعي جهات رسمية تأتي وتدعي أن هذه الأملاك تابعة لها طلبنا من السيد رئيس الوزراء التدخل ومن السيد أيضا رئيس مجلس النواب استدعاء رئيس كنا في اجتماع نواب نينة وقبل يومين وطلبنا أنه يكون هناك دعوة لرئيس الوقفين الشيعي والسني ومؤثل عن الحكومة ويحضرون نواب نينة ويتم فض هذا النزاع وحسب الموضوع أعتقد موضوع مو صعب أكو إثباتات وكل من يثبت ملكيته تعود الملكية إلى هذا يعني ورى داعش صارت كلمة له دكتور؟ مع الأسف يعني هذا الاضطراب يسمح حقيقة للتجاوز صارت منطق القوة بدأ يطغى على منطق السلم والقانون لكن إذا نرى أكو بيانات واضحة من الوقف الشيعي دكتور تتحدث ببيانات وبأدلة وبوثاء لا يوجد مشكلة لماذا هذا الموقف الضعيف من نواب نينة ونواب نينة جاء يتحدثون من حكومة نينة من مجلس محافظة نينة طبعا أكون مطالبة أيضا لمجلس المحافظة مقصرين في هذا الموضوع حقيقة المفروض يحسن في داخل الإدارة المحلية لنينة المحافظة ومجلس المحافظة ينبغي أن يكون لهم موقف وتفاهم مع هذه الجهات وأعتقد هم القادرين على إثبات عائدية هذه الأملاك سواء للوقف الشيعي أو السني إذا أكون عائدية للوقف الشيعي أبدا ما عندنا إشكال أن تعود إلى الوقف الشيعي بس هناك إثباتات وهناك محاكم ممكن أي أن تحسم هذه الأمور ليس بهذه الطريقة يعني يجيك مستثمر ما أخذها من الوقف الشيعي يريد أن يجمع الإيجارات من المواطنين بدون أي سند قانوني يعني هناك منطقة فيه منطقة الدواسة عمارة كبيرة جدا كانت قسم داخلي و محلات جايهم شخص مستثمر يعني ما أخذها كأنه ما أخذها من الوقف الشيعي ويدعي أنه تابع للوقف الشيعي ويبدأ بجمع الإيجارات من المحلات وهاي صار لها مئات السنين والناس تدفع المئات السنين هي تابعة للوقف السني الناس تدفع طبعا هذا صاحب محل ورزق ويجي هذا بشكل رسمي طالبه يدفع دكتور روحوا للمرجعية أكو حقيقة أكو هيتش نية أكو هيتش نية عندنا نحن كنواب نينوى إذا هذا اللقاء تم معه وما نحس الموضوع ممكن الذهاب إلى المرجعية وكلام بشكل واضح لأن هذا موضوع حساس وفعلا ممكن أن يثير فتنة طائفية في مدينة الموصل في مدينة الموصل طيب دكتور قضية